السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا وياهلا وسهلا اليوم حنا في المستودع وشوف مقصاتنا وشوف أعمالنا عندنا اليوم تقليم أضلاف الماعس عندنا مقصات كثيرة هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة وهذا صراحة أنه من الأجود وهذا أربع المقصات هذي بعد فترة السنة تبعها هنا تصبح ليست حادة أحيانا نجتهد ناول عمالة ونبدأ استخدام الصاروخ نحاول نوعا ما نحددها فما نجيد العمل فهذا يصبح فيها ثلم ما أدري ما أقول لكم لكن هو ثلم يصبح فيها فتحات ما تصبح حادة بشكل جيد ولذلك ذهبنا واشترينا جديد هذا سعره 25 ريال سعودي حقيقة هو أرخص من ذلك ولكن جمعة ويوم عيد فاضطرنا أن نأخذه هذا هو لمن أراد أن يعرف الشركة تشاينة وهذه معلومات عنه تمام؟ هذا الباركوت طيب الآن راح نذهب لتقليم المهز أيضا عندنا السكين هذي وهي خاصة بالتطعيم تمام؟ تطعيم الأشجار يعني شوفوا حتى راسها من هنا طيب خاصة بعمليات التطعيم لكنها حادة ممكن أنه يعني تمشي عليه الأضلاف بحدوء وبعناية ممكن إن شاء الله نشوف أداها لو كانت جيدة صراحة أنه هذه أفضل من المقصات لكن لأنها حادة وأنت مبتدئ وربما لا تجد تعامل معها ممكن أنك تجرح رجل الماعز لذلك خلونا على مقصاتنا أفضل حياكم الله يا عنزاتي اليوم إن شاء الله نسوي لكم تقليم تعالي تعالي نسوي لك تقليم تعالي طيب إحنا قلمنا أمس مجموعة واليوم إن شاء الله راح نكمل أيضا حتى الصغار اللي يعني تجاوزت شهرين شهرين ونص إلى ثلاثة يعني لو سبحان الله وجدت فيها شي لأن حقيقة هنا يا إخوان الاهتمام منذ الصغر هو جيد إذا تركتها يعني تقدم في العمر توصل ستة أشهر توصل سنة وإنت لم تقلم خصوصا أنها ما ترعى يعني في أحواش مغفلة زي كذا فربما تتأثر القدم نفسها الآن إن شاء الله راح نشوف إحنا وإياكم طيب هذا اللي إحنا كنا نتكلم عنه أنه مع يعني مضي الوقت دون التقليل تبدأ تتشوه القدم سواء اليد أو الرجل كلها راح تتشوه ويصبح عندك زوايد ما راح تعرف تتعامل معها بشكل جيد تلاحبوه كيف هذا نوعا ما جيد هذا فيه بروس أيضا الآن إنت لما تبدأ تقلم وتحاول أنك تعدله بشكل جيد ما راح يكون معك حسن تمام أيضا لاحظ هنا هذا نوعا ما جيد وهذا لا بأس يحتاج أيضا هذا تلاحظون الضفر الطالع بره أو الضل وخراس قرر يقطع تمام ما عليش ريالها يعني يشغلون يبغون يرضعون شوفوا الجهة الثانية أيضا تلاحظون هذه مشكلة وهذه تلاحظون الاختلاف ليست متماثلة الآن في عملية القص حتى شوفوا هذه كيف شبحان الله العظيم هذه من الأشياء اللي أنا اشتريتها ليست تربية عندي ولذلك أنا أجد فيها مشاكل أحاول أقلمها يعني كل شهرين مرة بحيث أنه أحاول أن أعدل يعني الخلل اللي حصر قدر الإمكان طيب الآن راح نشوف عملية القص يلا بشير بسم الله أولا نبدأ بعملية التنظيف هذا يبغي رضا وأشرم أحاول كل هذه الزوائد أيضا إخوانا جلالكم الله فيها رائحة نتينة جدا لابد أن تستخدم الكمام تستفيد أيضا من كرونة أيها أيها خلاص بشي صبر شوف شوفون كيف الآن أصبح الجلد هذا اللي ظاهر إذا توازع الضلف هذا مع الجلد اللي هنا معناته الوضع جيد إذا كان لا يزال فيه عمق معناته لازم يشال برضو اللي هنا أيضا المقدمة هذه يجب أن تزال شوفوا كيف أصبح الفرق صبر يا بشير شوفوا كيف أصبح الفرق بين هذا وهذا لاحظي الفرق كيف هي تتعب وهي في الدم أمانة عندك من المولى عز وجل فأحسنوا لها يعني بعض الأقدام قد يكون التقليم يمشي معها وترجع على وضعها السابق والبعض ما تقدر وراح نشوف لأنه أساسا تشوهت مع مضي الوقت أساسا وبعضها ممكن تكون فيها عيوب خلقية من الأساس ونحاول نحسن قدر الإمكان أيضا تعقيمها يعني بعد القص هذا لو وضعت في كبريتات النحاس الزرقاء جيد لو وضعت في مبيد فطري جيد لو وضعت في ماء وديتول جيد يعني أي مبيد جيد هو لكن احنا ما ننصح أنه يعني المبيدات القوية هذه وإنما يكون معظم ديتول ولا أفضل يعني صراحة ماء وجير مطفي جيد يعني طيب نوعا ما أصبحت حسنة يعني ليست 100% ولكن أنها أفضل من السابق طيب ثاني بشير شوفوا كيف يلا بسم الله صبر بشير صبر أولا نشوفوا الانثناء يعني هذا الأضفر التف إلى الداخ يعني أنت تخيل بفورك هذا ملتف عليك للداخ هذا الالتفاء افترض أن نلابسين جونتيات لكن أفضل ممتاز نبس بشير شوفوا كيف هذه كلها فضلات تجمع اللي في الأرض كله وتبقى وأكرمكم الله الأبوال والأشياء هذه كلها بتتعفن رجلها راح يكون عندنا هنا كمية قص عالية وتأخذها بالتدرج شوي 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 تمشي حتى وإن كنت يعني خبير وجيد وعارف وتتوقع أنه شغلك صح أيضا خذها بالتدرج لأنه الجرح غير محمود والله الأيام هذا أيام الدباب شغال وهذا كله شوي جاير طيب شبا حيانا يصير فيها تشوهات يعني تحاول قدر إمكانك تراعي التشوهات هذه أنا لا أريد أنها موجودة لك لسهة المسألة بالكيف يعني شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ايه نضب سيادة هنا هيك طيب تشير هذا ايوه طيب كيف اعرف انا انه وصلت الى الحد المطلوب انه يبدأ يظهر اللون الاحمر هنا رحضي اللون الاحمر هذا معناته انه انت وصلت الى الحد المطلوب تماما سوف يدها الان الان عندنا اليد هذه فيها مشكلة هنا بشير هنا سوف يدها هذي سوف انا تشوهم كيها كيها يلا بسم الله كمية اضافير او اضلاف عالية اهم في الامر انه احنا نعرف طريقة العمل بقية الامر طبعا ما شاء الله راح نقلم اليوم كامل المجموعة كاملة يجل الله نخلصهم اليوم لكن احنا نحبين انكم تشوفونا الطريقة ايضا بعد ما نقلم نحاول انه نعقم الارجل ممكن نجيب وعاه ونحط فيه ديتول وننزل الاقدام فيه المدة قدرة خمس دقائق او كده وبعدين نخرج سوف نزيد التعقدات اللي موجودة لاحظوا اللي اخوة اللي ابله شكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته